طيب نروح لمطش بكرة بقى مطش بكرة هي المطشوات الستة طبعا كانت من خلد احنا متفقين انها ع نفس الدرجة من الاهمية واعتقد كمان ايا كان اسم المنافس ع نفس الدرجة من الصعوبة مباراة الاهل والاسماعيلي مباراة بينتظرها عشاء الكرة في مصر بصرف النظر على تأثيرها على مشوار كل فريق في الدوري مفترض انها لقاء ديربي لقاء من كلاسيكات الكرة المصرية فبيبقى ليه شوية اهمية زيادة شايف المواجهة بين الاهل والاسماعيلي بكرة ازاي وخصوصا طبعا في ظل المنافسة الشرسة بين الاهل والزمالك على اللقاء بالموسم ده طبعا مباراة الاهل والاسماعيلي نقدر نقول عليها مباراة ديربي يعني فرقة الاسماعيلي فرقة كويسة من الفرقة كويسة ويمكن في الفترة الاخيرة مستوهم في تحسن كبير من اول ما تولى كابتنين من اول ما ايهاب جلال المسك الفرقة طبعا نادي الاهل بقى حدس ولا حركة احنا فرقتنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله وماشى اللي عندنا وماشة اللعيبة امكانيات اللعيبة لا بتساعدك ان انت بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بتساعدك ان انت تتغلب على اي فريق تقدر تلعب ولكن في حتة المنافسة وفضل ستة ماتشات ومش عايزين نتعطل عشان المنافس النحة التانية برضو ماشي زيك ومستني ان هو يتعطل هي دي ممكن بتدي شوية من الضغط على لعبة النادي الاهلي النادي الاسماعيلي لعبة النادي الاسماعيلي بتلعب بكرة مفيش اي ضغوط يعني حتى لو خسروا ده الطبيعي او هما في وسط الجدول مفيش خطورة عليهم ان هما مش هتأثر عليهم ولكن لعبتنا بس هما بالنسبة لهم دايما طول عمرهم درويش يعني مع اختلاف الاجيال ماتش الاهلي بالنسبة لهم بطولة خاصة بطولة خاصة اه طبعا هما هيحاولوا دايما بيجوا قدامنا بحيث انه يعني بقول دايما لو اسماعيلي بيلعب كله ماتشات الدوري زي ما بيلعب قدام النادي الاهلي يبقى بينفس على اللقب بالزبط بالزبط انما احنا بكرة باذن الله تعالى يعني لعبتنا مقدرة المسؤولية اللي هما فيها والموقف اللي هما فيه بطولة بيحاربوا عشان دي بطولتنا المفضلة ازاي حافظوا عليها فباذن الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى باذن الله وباللعيبة جوه الملعب بالجهد اللي حيبزلوه بالتركيز نقدر باذن الله شكرا